لو كان اليوماً قطاع الرياضة نحطوا عليه زيداً رجل الاقتصاد شوف أنا قطاع رياضة رجل الاقتصاد وزارة العدل مهندس وزارة الصحة مهندس أكى منطقة ينحطوا طبيب على وزارة الصحة وينحطوا قاضي على وزارة العدل أنا منيش فيها خطر تصليح مش ممكن نجم العكس زيداً نجم يكون طبيب وزير خارجيه ممتاز كالحكاية أي اليوم لازمنا ننظمه والسبور في تونس حكيت عليه هلف مرة كان مشاو شردوا النوادي شركات وشركات تملكهم الدولة ويعطيهم الأراضي متاحهم بجرة قلم ويعطيهم استادات ولي استادات باسم شركات طوالي عملو في العالم طوالي سبور متاعنا يتصلح أما هاك ريت الحالة رجعنا البيع للشامبيونات وشوفنا الحالة متاع الأستاذ لا اللي 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 السوبر كوب دا تونيزي تتلعب فلسول استاد اللي نجم يقبلو اللي هي حمام لنف بنزو جمعيات كبيرة في تونس إذا كان نهار ممشي نيش الدولة جارة بشن قاو استاد يعني للأسف هذا هو كيفاش تحب أن تتحسن ما هو النادي الافريقي النادي الافريقي في حالة صعبة ياسر ولكنا يعني عنا حزن كبير بشراو نادي عريق كما نادي الافريقي عمره أكثر من من مئة سنة في الحالة هذية حاولنا برشا أشياء ما زلنا واقفين مع النادي ولكن الحل الحل الجوهري العميق هو الكلام اللي نحكي فيه منذ السنوات على الجمعيات وأولهم من يكون جمعية كما نادي الافريقي ولي صار على النادي الافريقي نجم غضو يصير على أي جمعية في تونس خاطر المنظومة لازم تتبدل كما برشا حاجات حكيت عليهم في قبل في تونس